أهلا بكم معايا يا طلاب الصف الثالث الإعدادي والباب الأول من قصة خواطر إسلامية في التوعية البيئية والسكانية الباب ده بيكلمنا عن إيه أولاد؟ بيقول لنا اللي هو المجمل العام يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض بيكلمنا عن إن ربنا عز وجل خلق الإنسان وخلاه خليفة في الأرض والخلافة تقتضي من الإنسان الخلافة بتقتضي إيه من الإنسان؟ إن الإنسان يعمل إيه؟ عمارة الأرض إنه يعمر الأرض والتصرف في شؤونها بحسب منهج الله تعالى ويتصرف في شؤون الأرض بس بحسب المنهج اللي ربنا عز وجل وضعه له مش يعمل كل اللي هو عاوزه بمزاجه فإذا قام الإنسان بما أمره الله لما الإنسان بيعمل اللي ربنا أمره به فقد أطاع الله وإذا أهمل وأتلف فهو عاص لله سبحانه وتعالى فالخلافة عبادة وطاعة يبقى الخلافة اللي ربنا عز وجل استخلف الإنسان فيها على الأرض إنه يعمل إيه أولاد؟ عبارة عن إيه؟ الخلافة عبارة عن عبادة وطاعة إيه كمان؟ أن الواجب على الإنسان أن يحافظ على ما استخلف عليه يبقى من واجبات الإنسان إنه يحافظ على الحاجة اللي ربنا استخلفه عليها يحافظ عليها مش يضمرها لأنه إيه؟ أمانة فإذا أهمل وأتلف فقد خان الأمانة واستحق عقاب الله تعالى في الدنيا والآخرة إن الحاجة اللي ربنا استخلف عليها الإنسان فلازم يحفظ عليها لو أهمل ربنا هيعقب في الدنيا والآخرة أما إذا حافظ على هذه الأمانة فقد نال رضى الله وثوابه فقد نال رضى الله سبحانه وتعالى وثوابه طيب ثلاثة أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون في أجمل سورة ونظام وتنسيق ربنا عز وجل خلق لنا الكون في أجمل سورة ونظام وتنسيق وتكامل والتزهن يعني خلق الكون بطريقة رائعة دقيقة وأن كل شيء في هذا الكون خلق بمقدار ونسبة كل حاجة خلقت في الكون مخلوقة بمقدار معين وبنسبة معينة لا بتزيد ولا بتقل على الدرجة المزبوطة بالزبط فلو زادت أو نقصت لفسد ميزان الكون فمثلا لو زادت الأمطار لو الأمطار زادت عن درجة الأمطار اللي ربنا بينزلها من السماء هيحصل طوفان وهنغرق ونموت كلنا لحدث طوفان أغرق الكون بما فيه طب ولو نقصت لو قلت برضو هيحصل إيه جفاف يبقى الدرجة المحددة هي اللي ربنا بينزل بها الأمطار ده مثلا هو خلق بقى كل حاجة في الكون بنظام بقى محدد لا ينفع يزود ولا ينقص وكمان إيه لو قلل نزول الأمطار عن الدرجة اللي بينزلها هيحصل إيه هيحصل جفاف وهيموت الإنسان والحيوان كل الكائنات الحياة هتموت الإنسان والحيوان والطير والنبات أربعة أن التوازن البيئي بنسميه ده إيه يا أولاد توازن بيئي كل حاجة مش في نظام محدد التوازن البيئي في الكون نجده في إيه إيه أماكنه في البر والبحر والجو في كل مكان وفي الحشرات والحيوان والطير إيه كمان يا أولاد أن مجتمع النحل نجد فيه التوازن والتكامل مجتمع النحل حيث يؤدي كل فرض وظيفته بنظام وتكامل واتزان النحل يا أولاد بيعمل يعني حياته منظمة الخلية بتاعة العسل ومنظمين وكل واحد فيهم ليه وظيفة ستة نجد التكامل أيضا والتوازن في المنهج الإسلامي ونجده أيضا فين؟ في المجتمع الإسلامي يبقى احنا بنلاقي التكامل والتوازن في المنهج الإسلامي وفي المجتمع الإسلامي فالمنهج الإسلامي يحقق التوازن في إيه؟ في الإنسان فيعيش به الإنسان متوازنا مع نفسه ومع غيره يبقى من خلال التكامل والتوازن في المنهج الإسلامي اللي بيحقق توازن في الإنسان نفسه هيبقى بعد كده الإنسان نفسه هيعيش بطريقة التكامل والتوازن مع مين؟ مع نفسه ومع غيره فالمجتمع نفسه الإسلامي هيحقق التوازن والتكامل وهذا التوازن الإنساني ينقسم إلى نوعين نخلي بالنا جدا من النقطة دي التوازن الإنساني بينقسم لنوعين نوع الأول يا أولاد هو توازن خلقي الخلق توازن خلقي من إبداع وخلق المولى عز وجل ولا دخل للإنسان في وجوده وإنما هو ينعم به ويحافظ عليه يعني يا أولاد إن ربنا عز وجل خلق الإنسان بطريقة معينة محددة سواء شكله من الخارج أو من داخل الجسم بطريقة معينة والإنسان ملهوش دخل في ده وإنما هو ينعم به يعني يستمتع بنعم ربنا عليه ويحافظ عليها والعلماء المتخصصون تحدثوا في التوازن والتكامل في خلق الإنسان سواء في الأجهزة الداخلية أو الخارجية يعني درسهم خلق الإنسان سواء خارج جسمه أو داخل جسمه وكيف أن كل منهما لا يستغني عن الآخر كل جهاز مرتبط بالجهاز الآخر ما بيستغنوش عن بعض فده طبعا بديع صنع الله سبحانه وتعالى ده خلق الله ما فيش للإنسان فيه أي دخل طب النوع الثاني هو توازن خلقي يبقى التوازن الخلقي من إبداع ربنا عز وجل الإنسان ملهوش دخل فيه طب التوازن الخلقي هو توازن يتم بجهد الإنسان أو بجهد الإنسان وفكرة وعلمه يعني حاجة الإنسان اللي بيجتهد وبيتعب علشان يعملها بعد أن علمه إياه ربه ربنا عز وجل بيعلمه بعد كده هو بيجتهد وبيتعب علشان يحصل عنده توازن طب إيه هو التوازن الخلقي بقى ينقسم إلى واحد توازن في الطاقات الطاقة بتاعته القوة توازن في العبادات في العبادة ثلاثة توازن في العلاقات الاجتماعية والسلوك يعني إيه الحاجة دي هنقولها مع بعض نيجي يا أولاد لمعنى أول حاجة اللي هي توازن الإيه؟ الطاقات من سمات الدين الإسلامي التوازن بين الطاقات الجسمية والعقلية والروحية في الإنسان يعني يا أولاد من سمات أو من صفات الدين الإسلامي إنه عمل توازن بين طاقات الجسم والعقل والروح واستغلالها في عمارة الكون فالإنسان عليه حق نحو خالقه الإنسان عليه حق لازم يقوم به تجاه مين تجاه ربنا عز وجل ونحو أهله وأقاربه ونحو إيه؟ جيرانه فيعمل على إسعادهم ومعاونتهم بيسعيدهم وبيعونهم سواء أهله أو أقاربه أو إيه؟ أو جيرانه والإنسان مطالب أيضا باستغلال كل خيرات الأرض الإنسان مطالب أنه يستغل كل الخيرات اللي ربنا خلقه له على الأرض مستخدما كل طاقاته كل الطاقات بتاعته ومكلف باستخدام عقله وطبعا مكلف أنه يستخدم عقله ماله يتعامل إزاي؟ يستخدم عقله في إيه؟ في تعرف أسرار الكون وقوانينه واستغلال هذه المعرفة في تنظيم الحياة البشرية ويستغل المعرفة دي في أنه ينظم الحياة الإيه؟ البشرية ولأهمية هذه الطاقة العقلية وردت كلمة يعقلون في القرآن الكريم 22 مرة يبقى لأهمية الطاقة العقلية وردت كلمة يعقلون في القرآن أدعي أولاد خلنا فاكرين 22 مرة وكلمة تعقلون يبقى يعقلون بلياء 22 مرة تعقلون بالتاء كان 24 مرة يبقى يعقلون 22 مرة وتعقلون 24 مرة فالطاقة الجسمية والعضلية في الإنسان تحقق ما توصلت إليه الطاقة العقلية يبقى الطاقة الجسمية والطاقة العضلية في الإنسان بتحقق اللي توصلت إليه الطاقة العقلية من عمارة الأرض يعني عمارة للكون وتسخير كل ما خلق الله بالعمل بيسخر كل اللي ربنا خلقه كل اللي ربنا عز وجل خلقه من خلال نواب بيعمل به فيزرع ويصنع يعني بيشتغل من خلال عمله إن الإنسان بيعمل يزرع ويصنع ثم تأتي الطاقة الروحية الطاقة الروحية بتعمل إيه بقى؟ لتحدى من اندفاع الطاقتين الطاقة الروحية بتعمل حجود للتقتين إن هما ما يبقوش بكل قوة سواء الطاقة العقلية أو الطاقة إيه؟ الجسدية وتربطهما برباط التقوى يبقى الروح بتحدهم من الاندفاع وبتربطهم برباط إيه؟ التقوى التقوى وإيصال الخير لكل البشر تاني حاجة يا أولاد التوازن في العبادات العبادة في الإسلام لا تقتصر على أداء المناسك المعروفة العبادة في الإسلام مش مجرد اللي هي العبادات اللي بنؤديها وخلاص يا أولاد من صلاة وزكاة وصوم وحج أمال إيه؟ وإنما تمتد إلى كل ما يقوم به الإنسان من أقوال وأفعال العبادة أيضا كل ما يقوم به الإنسان سواء من أقوال أو من الأفعال فالذي يلتزم الصدق الشخص الصادق ويبتعد عن الكذب والغيبة والنميمة والبذاء يعني الألفز المش كويسة فهو في عبادة بيكون في حالة عبادة والتاجر والصانع والزارع إذا تعامل مع أي منهم إذا تعامل أي منهم يعني سواء التاجر أو الصانع أو الزارع إذا تعامل مع أي حد مع الناس بأمانة وابتعد عن الحرام فهو أيضا في عبادة الموظف الذي يؤدي واجبات وظيفته في أمانة وإخلاص في عبادة الذي يحسن معاملة والديه ويبر أهله وأقاربه ويربي أولاده تربية سليمة في عبادة أيضا إذا العبادة مش مجرد صلاة وصوم وزكاة وبس لا طيب والعبادة دي أولاد لها مفاتيح إيه هي مفاتيح العبادة أو مناسك العبادة للإنسان واحد زي الصلاة اثنين الزكاة ثلاثة الصوم أربعة الحج نيجي لأول حاجة اللي هي الإيه الصلاة إيه هي الصلاة يا أولاد الصلاة يا أولاد عبادة روحية أو روحية ورياضة جسدية عبادة روحية وأيضا رياضة جسدية لو نلاحظ حركات الصلاة كأنها رياضة تحقق أعلى درجات التوازن ولذلك تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة فلا يرتكب المسلم بعد أداء كل صلاة منها ما يغضب الله وقد فضل الله سبحانه وتعالى صلاة الجماعة على صلاة الفرد يعني ربنا عز وجل فضل الصلاة اللي بنصليها مع غيرنا عن الصلاة اللي بنصليها لوحدنا ليه؟ لأن الجميع يقفون في مساواة كاملة فلا فرق بين المسلمين جميعا إن كلنا بنبقى وقفين مع بعض ما فيش حد أفضل من التاني فبيبقى ما بيننا مساواة والصلاة تكبح جماح البشر فلا يشتط الإنسان مغترا بماله أو قوته أو جاهه يعني بتكبح جماح البشر يعني بتعمل لهم حجود ما بتخلهمش إن مثلا عندهم من دفاع للغلط أو للشر فالإنسان ما بيشتحوا يعني يشتطوا يعني يندفع بأفكاره الغلط مثلا بيغترب ماله أو قوته أو جاهه لأنه يصلي مع من هم أقل منه لأنه بيصلي مع الناس أقل منه ويقفوا معهم أمام الله سبحانه وتعالى القوي الغني بعد كده يا أولاد الزكاة الزكاة عبارة عن عبادة إيه بقى يا أولاد عبادة مالية لأنه بدفع بيها الفلوس بس بعملها إزاي بقوم بهذه العبادة عن طريق المال فرضها الله سبحانه وتعالى لتطهير نفوس الأغنياء من الشح والبخل ربنا فرض الزكاة ليه؟ علشان يطهر نفوس الأغنياء من البخل بس الشح إيه فرق بين الشح والبخل؟ الشح اللي هو البخل الشديد إنما البخل أهدى شوية من الشح وتحقق التوازن المادي بتحقق التوازن إيه يا أولاد؟ المادي وتطهر نفوس الفقراء من الحقد والبغض طبعاً لما الكون الغني أدامي معه فلوس وقعد بيشترين أنه هو عاوجه وأنا مثلاً واحدة فقيرة وقفة ممكن يحصل عندي حقد وبغض إنما أو بغضاء الزكاة بتهدي النفوس فتعمل توازن مادي يا أولاد وبذلك يتحقق التوازن الاجتماعي والتكافل الاجتماعي ومن أموال الزكاة تبنى المدارس والمستشفيات يعني الزكاة بتفيد كمان المجتمع بفلوس للزكاة بنبني المدارس والمستشفيات والزكاة تحقق التوازن البيئي في المال فالغني إذا وصلت أمواله إلى حد النصاب اللي هو الحد بتاع الزكاة أخرج منها أدئي 2.5% سنوياً والزكاة لا تقف في وجه الغني والكسب الحلال بل تشجع الناس على العمل والإيه والكسب وأيضاً تطهر المال وتنميه ولا تنقصه يعني بتطهر الأموال وبتنميه يعني بتزيد الأموال دي وبتنقصهاش نيجي للعبادة الثالثة اللي هي عبادة إيه الصوم هي عبادة جسمية روحية لأن الإنسان بالنسبة للعبادة دي بيستخدم جسمه لأنه طبعاً الجوع والعطش يعني الجسم اللي هي يعمل ده تحقق التوازن بين متطلبات الجسد وشهواته فتحد من هذه الشهوات بتقلل من الشهوات دي وتحرك أحاسيس الحب والرحمة نحو الفقراء والمحتاجين عندما يحس أو يشعر الغني بالجوع ما هو الصيام دي عبارة عن إيه أنا قدامي الأكل ولكن في نفس الوقت أنا مالع نفسي عن الأكل كما تحقق التوازن داخل الإنسان بما تزرعه فيه من إيه من صبر وجلد وتحمل ما أنا قلتلكه قدامي الأكل وفي نفس الوقت أنا مش هاكل لأن صيمة فده بيساعد الإنسان على إيه على الصبر وأيضاً الإحساس بالفقراء والإيه والمحتاجين سوم رمضان أيضاً يحقق الوحدة والإقتلاف لأن كلنا بنبقى في حالة امتناع عن الطعام والشراب فبيحقق لنا الوحدة والإقتلاف لأن المسلمين في جميع أنحاء العالم إيه يصومون هذا الشهر معاً أيضاً سوم رمضان طهارة ونظافة لمين للصائمين وصيانة لللسان والجوارح محنا ممنوعين إننا نتكلم كلام مش كويس والجوارح ما فيش أي حاجة غلط أو حرام وتعاون على البر والإيه والإحسان أيضاً للصوم فوائد اجتماعية يا أولاد وصحية وإنسانية كما أنه يحقق التوازن الإنساني والبيئي علشان كده ربنا عز وجل شرعه من أول سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علشان كده فوائد الصيام دي جعلت علشان كده من أجل فوائده ربنا عز وجل شرعه من أيام سيدنا آدم يعني من أول البشرية نيجي لعبادة الحج عبادة جسمية مالية تحقق التوازن برغم أنها مرة واحدة في العمر طبعاً الحج يا أولاد واجب علينا مرة واحدة في العمر أكتر من كده بيكون بما زاجنا بقى لكن هي واجبة مرة واحدة على الرغم من إن الحج ربنا عز وجل فرضوا علينا مرة واحدة إلا أنه بيحقق التوازن هو عبارة عن عبادة جسمية مالية الحجتين مع بع طبعاً بنتعامل مع المناسك الحج بأجسمنا وأيضاً إيه لازم يكون فيه قدرة مالية حيث يقضي المسلم أياماً في الحج تاركاً أهله وماله وجاهه وده طبعاً بيحقق أيضاً توازن والعبادات منها ما هو يومي العبادات منها ما هو يومي يعني بنتعامل معه يومياً كالصلوات الخامس أو أسبوع منها ما هو أسبوعي زي صلاة الجمعة بنصليها كل أسبوع أو ما هو سنوي كل سنة زي الصيام والزكاة ومنها ما يقوم به المسلم مرة واحدة في العمر زي الحج زي ما احنا قلنا نيجي للتوازن التالت وهو التوازن في المعاملات حيث أن الدين المعاملة الإنسان يحتاج لجهود غيره الإنسان منه بيحتاج لمساعدة غيره والمجهود غيره وهم محتاجون لجهوده كلنا محتاجين لبعض وقد أحل الإسلام البيع البيع أحله الإسلام ليتبادل الناس ومصالحهم أنا بعطي البائع فلوس البائع بيعطيني إيه كمشتري بيعطيني السلعة إلا أنا محتاجاها فكلانا يحتاجوا إلى الآخر ووضع لهم قواعد وأسس تضمنوا سلامتهم من الغش والخداع والظلم والإسلام جعل التبادل ده وفي نفس الوقت جعل ليه حدود يعني إيه أنه إحنا ما ينفعش نغش أو نخدع أو نظلم لذلك حرم الربا لأنه يحدث خللا في التوازن المالي للإنسان لأن التوازن الربا بيحدث خلل إن أنا مثلا أسلف شخص ألف جنيه أقول له بس هاخده ثلاث تلاف كده عملت خلل في التوازن اللي ربنا عملهن في الدنيا بالنسبة للتوازن المالي لما فيه من استغلال من الأغنياء للفقراء فيزداد الغني غناً ويزداد الفقير فقراً فيحصل عدم توازن الغني بدل ما هيعطيني هعطيه الألف جنيه اللي استلفته هزوده له ثلاث تلاف فبالتالي زادت حالة الفقر والأغنياء ازدادوا غناً كده طبعاً مفيش توازن والبيع الذي أحد الله الله تعالى هو بيع كل ما فيه منفع للناس يعني البيع عبارة اللي ربنا عز وجل أحله هو البيع اللي فيه منفع للناس بس يعني ما قلش ببيع خمرة وأنا بقى كده بائع لا ده أنا كده ببيع اللي بيدر الناس لا البيع اللي ربنا أصده مش هو ده خالص ببيع اللي الناس بتنتفع به فقط أما ما فيه ضرر فقد حرمه الشرع زي ما قلنا كبيع الخمور والمخدرات وبيع السلاح للمجرمين كل دي بيوع مضرة يبقى دي مش البيوع اللي ربنا أحلها كما حرم الله تعالى الاحتكار يعني إيه الاحتكار يا ولاد منع بيع سلعة وتخزينها حتى يزداد ثمنها أنا مثلاً فيه أزمة في السكر في السكر الناس طبعاً بتحتاج السكر ما بتستغناش عنه أقوم أنا كتجرة أمنع عدد كبير جداً وجمع عندي عدد كبير جداً من سلعة السكر يجي الناس تشتري مني أقول لهم ما فيش ليه؟ علشان يحصل أزمة في السوق إن الناس بتدور على السكر مش لقياه؟ فيقوموا يجوا أقول لهم ده أنا عندي سكر فيجوا يشتروا مني بأغلى الأتمان مش بالسعر الأصل بتاعه دا سمو احتكار يا ولاد والاحتكار دا حرمه الله تعالى فيبيعها التاجر بثمن أغلى كما حرمها الله الغش يبقى ربنا عز وجل حرم البيع حرم البيع بما فيه مضرة للناس يعني أحل البيع الذي فيه منفع فقط وحرم الغش وحرم الاحتكار كما أحل الإسلام القرد القرد يعني إيه؟ بسلف غيري دا مش حرام بس مش الربة يعني أنا سلفت حد فيكو ألف جنيه يرضهولي ألف جنيه لما ربنا يفرج عليه ما أقولهوش بقى لا يترضيي ألفين لا هو الألف اللي أنا سلفت هو الألف اللي أنا هاخده والرهن يعني مثلاً عندي ختم دهب فعاوز أشتري حاجة من التاجر أقوله الختم دا رهنة عندك علشان تضمن بيه حقك لحد ما يجيلي الفلوس وردها لك واخد الختم بتاعي دا اسمه رهن والمزارعة والمضاربة والكفالة هناك يا أولاد عقبات في طريق التوازن عقبات يعني صعاب بنقابلها في طريق التوازن إن ما ينفعش يعني بتقابلنا في طريق التوازن إن لازم يكون فيه توازن في كل الأشياء زي ما قلنا إيه يا أولاد العقبات اللي في طريق التوازن قد تقابل الإنسان أثناء قيامه بعمارة الأرض بعض المغريات من متع الحياة الدنيا ومنها حب الشهوات من النساء في حاجات بتغري الإنسان في حياته بتخليه صعوبة في إنه يعمل توازن في الحياة أو إنه يمشي مظبوط زي ما بيقوله منها إيه؟ حب الشهوات من النساء لم يكتف الإنسان بما أحله الله تعالى له الإنسان ما اكتفاش باللي ربنا عز وجل أحله له إنه هو يستعمله ويبقى ده حلال لا وإنما يتجاوز ذلك إلى ما حرم الله سابل اللي ربنا أحله ورحل اللي ربنا حرمه فحدث التلوث الخلقي والبيئي فحصل لنا هنا حاجتين تلوث خلق وتلوث بيئة فانتشرت الأمراض الخطيرة الأمراض الخطيرة انتشرت لإن حصل خلل في التوازن كالإيدز والزهري وغيرها في بعض البلاد التي أباحت الزنا والشذوذ مع أن منهج الله حرم الزنا حصلت الحاجات دي فين يا أولاد؟ في البلاد اللي أباحت الزنا والشذوذ مع إن ربنا عز وجل طبعا حرم الزنا فالنازل لما مالتزمتش بمنهج الله إيه اللي حصل؟ حصلت عندهم الكوارس اللي احنا بنقولها فالزنا يوصل مرتكبه إلى إلى النار؟ إيه كمان من المغريات اللي بتقابل الإنسان وهو بيعمر الأرض حب الشهوات من البنين حب الشهوات من البنين يعني عندما زاد عن حده في بعض البلاد لما زاد عن حده في بعض البلاد إيه اللي حصل أحدث خللا في التوازن البيئي فيها فعمها الفقر والجوع والديون وعجزت عن توفير أبسط متطلبات المعيشة لأبنائها كل ده بسبب إيه؟ شهوتهم الشريدة للبنين كما أن لإنجاب البنين يعني كما أن الشوارع مزدحمة والمساكنة مكدسة مليانة والمياه لا تكفي منها للشرب يعني ما عادتش حاجة مكفيهم وبذلك تلوث الماء والهواء والغذاء وقد أدى هذا الصراع في البحث عن أساسيات الحياة إلى التلوث الخلقي بانتشار حوادث السلب والنهب والقتل لأنه طبعا بينجبوا الأولاد وما بيربهم شيء فطبعا أحدث ده خلل في التوازن برضو اللي ربنا عز وجل نظمه لنا في حياتنا فطبعا أدى كتر الأبناء اللي مش مؤدبين أو اللي متربوش بطريقة سوية سلب ونهب وقاتل وجرائم يعني إيه كمان عقبات بتحصل في التوازن البيئي أو غيره التوازن بواجه عام حب المال والتكالب على جمعه بكل الوسائل سواء المشروعة أو غير المشروعة إن الشخص يبقى مغرم بالمال وإنه هيتجنن إنه يكثر عنده أكبر كم مهائل من المال سواء بطريقة حلال أو بطريقة حرام أدى حب المال والتكالب على جمعه إلى الإخلال بالتوازن البيئي فكثرت المصانع بين الكتل السكانية فلوثت البيئة القريبة والبعيدة بسبب ده حصل إخلال بالتوازن البيئي فكثرت المصانع اللي موجودة بين الأماكن السكانية فحصل إيه اتلوثت البيئة القريبة والبعيدة وأدى حب المال وجمعه أيضا إلى قطع الأشجار فحرمت المجتمعات من المرشحات البيئية للإيه الطبيعية للبيئة عفوا فحرمت المجتمعات حرمت من المرشحات الطبيعية للبيئة كما توسع الإنسان في الإيه في الصيد حتى قلت أنواع من الطيور والحيوانات لما الإنسان أولاد فضل يصطد الطيور والحيوانات قلت في الدنيا ولم يلتفت الجميع إلى حكمة الله عز وجل في أن يحمل له نوح عليه السلام في سفينته من كل زوجين سنين والناس ما التفتتش للحكمة ربنا عز وجل في إنه جعل في إن سيدنا نوح جعل في سفينته من كل زوجين سنين من حيواناته الطيور دي حتى يعود التوازن البيئي إلى الأرض إن سيدنا نوح لما أنقذ الحاجات دي ما كانش هباء كده لأ كان علشان يحصل توازن بيئي في الأرض فالإنسان لما ظنم أو جارف من كدر الصيد اللي هو عمله واستطرح حيوانات كتير وطيور كتير حصل خلل في التوازن البيئي لإن قلت الطيور والحيوانات ما عادش بقى الوضع فيه حاجة مش تمام كما أن حب المال دفع أصحاب المصانع إلى إلقاء مخلفات المصانع في الأنهار القريبة منها حب المال خل أصحاب المصانع دي يرموا الحاجات اللي هي البيضة بتاعت المصانع يرموا في الأنهار القريبة منها فبالتالي عمله قيف المياه يا أولاد لوثوها كما أنهم لوثوا الهواء أيضا بعدم تركيب مرشحات في مداخن مصانعهم لوثوا أيضا الهواء اللي إحنا بنتنفسه لأنهم محملوش مرشحات للمداخن المصانع بتاعتهم كما أن حب المال لوث عقول وقلوب وأبدان بعض الناس بوساطة تجار السموم والمحرمات كل دي أمور جعلت هناك عواقب في التوازن اللي ربنا عز وجل خلقه لنا في الأرض ودروقتي يا ولاد نحل الأسئلة مع بعض بيقول لي ما المقصود بالتوازن البيئي برافو عليكم طبعا يا ولاد المقصود بالتوازن البيئي هو إبداع الله تعالى للكون في صورة متوازنة ومتكاملة من أجل راحة الإنسان طيب سخر الله نوعين من المخلوقات لخدمة الإنسان أذكر مثالا لكل نوع برافو عليكم بيقول لي أيب النوع الأول هو طلب مني نوعين من المخلوقات لخدمة الإنسان أذكر مثال لكل نوع فيهم النوع الأول زي الشمس مما سخره الله تعالى لخدمة الإنسان الشمس والنوع الثاني مما خلقه الله تعالى لخدمة الإنسان المعادن سؤالي لبعد كده اختر أدق الإجابات مما بين القوسين فيما يأتي الخلافة في الأرض تعني عمارة الأرض حكم الأرض أم تملك الأرض برافو الخلافة في الأرض معناها عمارة الأرض طيب صيانة الكون من الفساد مهمة الأفراد ولا الحكومات ولا هما معا برافو أكيد هما معا سؤالي بعد كده يا أولاد بيقول لماذا يحدث للبشرية لو كانت هذه المخلوقات المسخرة لخدمتها خاضعة لإنسان ما أو دولة ما لو كانت المخلوقات دي يعني بتخضع لدولة معينة أو لشخص معين مش للناس كلها اللي كان هيحصل طبعا يا أولاد لو البشرية كانت المخلوقات المسخرة دي فيها بتخضع لإنسان معين أو دولة معينة كان سيحدث هناك خلل في التوازن البيئي ولن تستقيم الحياة كما ينبغي قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ما معنى ينظرون يتأملون طيب بيقول لي بعد كده الآيات الكريمة دليل على عظمة الخالق سبحانا وضح ذلك طبعا يا أولاد الآيات الكريمة بتدل على عظمة الخالق زي ما قلنا بيقول لي وضح ذلك كيف أن أقول له فهي توجه إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق الإبل على اختلاف أشكالها وكيف أن الله رفع السماء بغير أعمدة نراها وأن الجبال على عظمتها واختلافها قد نصبها الله تعالى في جميع أرجاء الأرض وكذلك قدرة الله تعالى في خلق الأرض وجعلها مستحة صالحة للحياة عليها بعد كده يا أولاد بيقول لي ما الذي ترشدنا إليه الآيات؟ طبعا ممكن نقول أي حاجة إحنا عوزينا بس تقول معلومة طبعا صحيحة طبعا يا أولاد ترشدنا الآيات الكريمة إلى التأمل فيما حولنا من مخلوقات الله تعالى الدالة على قدرته وعظمته ولذلك فعلينا أن نشكره ونخصه وحده بالعبادة سؤالي لبعد كده ضعنا ما تصح أمام الصواب وعنا ما تخطأ أمام الخطأ فيما يلي الأجهزة الداخلية للإنسان يمكن أن تستغني عن الأجهزة الخارجية؟ رفع عليكم طبعا الإجابة خطأ إزاي؟ ده ربنا عز وجل جعل هناك توازن بالنسبة لخلق جسم الإنسان إن الأجهزة الداخلية بتتعامل مع الأجهزة الخارجية كلهم بيتكمنوا بعض ما ينفعش جهاز يعيش من غير التاني كلهم متربطين باء خلق الله كل شيء في هذا الكون بمقدار يا أولاد؟ رفع عليكم طبعا الإجابة صحيحة جيم الزكاة تقف في وجه الغنية والكسب الحلال؟ برافو عليكم طبعا الإجابة خاطئة سؤالي اللي بعد كده صل كل كلمة من المجموعة ألف بما يناسبها من المجموعة باء بيقول لي الزكاة عبادة يا أولاد برافو عبادة مالية تطاهر نفوس الأغنياء طب الصلاة برافو عبادة روحية ورياضية جسدية أو الرياضة جسدية طب الصوم برافو عبادة روحية تحد من الشهوات طبعا تحد من الشهوات نجي للسؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا عالل لما يأتي يتحقق التوازن في أعظم صور في جسم الإنسان؟ بيقول لي عالل للكلام ده طبعا يا أولاد خلق الله تعالى الأجهزة الداخلية للإنسان كالقلب والكبد وغيرها طبعا والأجهزة الظاهرة مثل العينين والأذن وغيرها وهذه الأجهزة الداخلية والخارجية بينها توازن وتكامل تام بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر لتنبقى يكمله بعض طيب بيقول لي عالل لما يأتي أيضا العبادة ليست قاصرة على أداء المناسك المعروفة طبعا يا أولاد العبادة ليست قاصرة على أداء المناسك فهي طبعا تشمل التزام الصدق في القول والتزام الخير والمعروف في الحديث واجتناب الحديث الكذب والنميمة والغيبة والفحش والبذاء وتحر الأمانة والبعد عن المحرمات والإحسان إلى الوالدين وبر الأهل والأقارب وتربية الأبناء تربية سليمة اسؤالي لبعد كده قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان هذا الحديث الشريف يرسم لنا صورة من صور التوازن الرائع وضح ذلك طبعا يا أولاد هناك حق على الإنسان نحو خالقه سبحانه وتعالى يتمثل في شكره على نعمه وعبادته والالتزام بأوامره والابتعاد عما نها عنه اسؤالي لبعد كده املأ الفراغات فيما يأتي ألف على الإنسان أن يستخدم إيه برافو أن يستخدم طاقاته في التعرف على نقط الكون على إيه؟ برافو على أسرار الكون وقوانينه طيب با بيقول لي بدأت المشكلات البيئية تظهر واضحة وتهدد الإنسان نتيجة لإيه؟ برافو عليكم بدأت المشكلات البيئية تظهر واضحة وتهدد الإنسان نتيجة لابتعاده عن منهج الله طيب يستخدم الإنسان طاقته العضلية في إيه وإيه أولاد برافو عليكم طاقت العضلية بيستخدمها في الزراعة والصناعة آخر سؤال في درسنا النهاردة بيقول لي صلم كل كلمة من المجموعة ألف بما يناسبها من المجموعة باء واحد بيقول لي من التلوث الخلقي إيه أولاد برافو إباحة الفواحش والمحرمات إباحة الفواحش والمحرمات طيب من التلوث البيئي برافو قطع الأشجار بدون نظام تلاتة من الالتزام بمنهج الدين ها برافو عدم تلويث الماء والهواء وبكده يا أولاد نكون أنهاينا الدرس وأشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم